السلام عليكم طلاب الصف الثاني ننتقل إلى تدريبات درس يوم الاستقلال صفحة 77 السؤال الأول أظفظ الكلمات منتبها إلى الفرق في نطق الحروف الملونة كلمة الأولى جمال 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 نلاحظ أن هنا جاء حرف الجيم فتحة وهنا كسرة فتغيرت معنى الكلمة فراش فراش وهنا يتاني جاء حرف الف فتحة وهنا كسرة فتغيرت معنى الكلمة السؤال الثاني نقرأ الجملة قراءة معبرة هيا نحتفل بذكر الاستقلال هيا يتاني نقرأها معا هيا نحتفل بذكر الاستقلال سؤال ثلاثة استخرج من الجملة الآتية اسم شهر من أشهر السنة واكتبه اليوم هو الخامس والعشرون من آيار يوم الاستقلال ورد يتاني اسم شهر من أشهر السنة وهو أيار إذن نكتب هنا أيار أربعة أضع دائرة حول معنى الكلمة الملونة واحد رحب حسام بجمال كلمة رحب معناها أعطاه شيئا أم أخذ منه شيئا أم قال له أهلا وسهلا رحب قال له أهلا وسهلا اثنين سأذهب مع أسرتي أسرتي يا تاني معناها أصدقائي أم عائلتي أم زملائي معناها عائلتي ثلاثة هيا نحتفل بذكر الاستقلال الاستقلال يا تاني التسامح أم التحرر أم الكرامة معنا يا تاني الاستقلال التحرر أصل الكلمة بددها في المعنى ثم أنفذ ضدها يا تاني تحدثنا عكسها لبس خلع إذن ضد كلمة أو عكس لبس خلع بعد ضدها أو عكسها قبل أحلل الكلمات إلى مقاطع إعلام أعلام أعلام يا تاني أ ل من استقلال است ق ل ل ل احتفال احت فال ل سؤال سبعة أركب من المقاطع كلمات وأكتبها ما لابس ملابس ملابس ساجد مساجد ما نازل منازل م م شا ها د تان مشاهدة م سا ع د تان مساعدة م ق ب ل تان مقابلة تان سؤال ثمانية أعد ترتيب الكلمات لأكون جملتين مفيدتين شاركت في وفاء المدرسة احتفال نكون يا تاني جملة فعلية وتبدأ بفعل جملة فعلية شاركت وفاء في احتفال المدرسة جملة اسمية تبدأ باسم وجملة الفعلية تبدأ بفعل اسمية وفاء شاركت في احتفال المدرسة قعد ترتيب الجمل شفويا لأكون فقرة عن يوم الاستقلال ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا فصفق لها الطلبة ذهبت ريم إلى المدرسة نضع يا تاني أول شيء ذهبت ريم إلى المدرسة ثم قرأت في الإذاعة المدرسية موضوعا عن يوم الاستقلال فصفق لها الطلبة